بسم الله الرحمن الرحيم أنا معتقلة الرأي النجاح يوسف زوجة سكن شهيد منصور سلمون من منطقة ست أمر كوبان استشهد بتاريخ 17 فبراير 2012 بعد قام السلطة للاحتجاجات في المنطقة واستخدامها للعنف المفرط واستخدام الغازات السامة كعقاب جماعي للأهالي الآمنين في مناصلهم مما أدى إلى اختناق عمي وصقوطه شهيدا فترة التحقيق قاية تعرض للتعذيب النمسي والجسدي بالضرب والاعتداء الجنسي والقتل والتهامي بالترويج للقيام بأعمال إرهابية وقلب نظام الحكم ومن ضمن التهم التي تم معاقبة عليها نشر مواد وتقارير إعلامية توضح ظروف استشهاد عمي واستخدام السلطة للعنف المفرط ضد أبناء الشعب اليوم تاريخ 17 ديسمبر هو اليوم الشهداء وفي هذه الذكرى ذكرى شهدائنا الذين سأل دماؤهم الذكية على تربة هذا الوطن لتنبت من أعماقها أبطالاً إرثوا العزة والكرامة والعطاء نحن المعتقلات الثلاث نجاح يوسف خاجر منصور ومدينة علي ننتهج الدرب الذي خطه الشهداء من أجل الحرية من أجل الوطن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته